الليل ورشي ما بينامشي ما بقى لك بقى اللي عليك ملعون أبوك يا فقر حاوجني للأندال زلت عزيز النفس عشان قليل المال ملعون أبوك يا فقر حاوجني للأندال زلت عزيز النفس عشان قليل المال ملعون أبوك يا عوزة زلت السؤال لو لعبت زهر وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لروح لأول واحد احتجت له في سؤالتي نرى كسر بخطر ساعتها ودوقني دي الحال أعمل معاه صح يا نا وسنده لو مال وقف جنبه في المحن وكون وكن طويل البال وكن طويل البال أوه لو لعبت زهر وبأكد لك رح يلعب قريبا إن شاء الله إن شاء الله والله بتستاهل يا وعد هذا تهذيب للشعبي بصوتك تهذيبها يعني ما عمد غنية مثل مغنوة يعني والله بغنيها مع الإقاعات مع تلشي بالحفلات وبحب سكر محلي ممكن ايه كمان سكر محلي بحبه بس مش حفظة عميح بتنعم نحكي قبل الهواء انا والمخرجة عم نحكي بيدا القصة يعندك مع السلامة للي عايز يمشي مثلا شعبي سوري اه غنيتي اللي هو الأغنية مثلا الساحلي الفراتي اه بتلعلي ديك مثلا حبيب قلبي بقدمه بتغني له شيء يا الله أنا ما مش حافظة تطير مش رح حافظت له أغاني مثلا حافظة أغنية مثلا لا ودينا العلي مثلا بحبه كتير يلي هي وبغنيها على قاعة الخليجية بتقول يا ريتك لو تيجي أمي وسمعك كل صدا همي يا ريتك لو تيجي أمي وسمعك كل صدا همي زرعتك وردة بعروغي زرعتك وردة بعروغي زرعتك وردة بعروغي وتاريك وطاريك انت من يمي وطاريك انت من يمي حلوة يديك كتير حلوة لما بضمك عصداري شو بحس الدنيا صغيري حاسس حالي ملكت الكون وما في غير سوريا حبيبتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك ما دي بحالك ايو الله عمري بسوريا هي تحلى يسلم صوتك عن جد ما شاء الله الله أكبر خليلي عينك من الأغاني اللي كتير قراب على قلب بحبهم فيه أغاني طبعا كتير بس فعلا لا يحضرني سامحوني يعني يعني بتغني بالمطاعم موعد لا مش دايما كتير قليل طبعا بحب صباح فخري دائما القدود الحلبية هاي شو شرطك يعني كحفلة ايه ضروري يكون هذا اذا مطعم كبير وهيك بغني مطعم صغيرة يعني يعني سامحوني مش تقليلا من قيمتهم بس ما بعرف ما بحس الجو بيشبهني كتير عيب المطربي غني؟ لا لا ما انه عيب ابدا ما في بالفن شي اسمه عيب يعني بس انه ما بعرف انا ما بحب مو جوك لا مو جوك انه عم ياكله وانتي عم تغني ما بحب حال ياكل انا عم غني عمريك غنيتي لقليسة ايه اكيد شو اللي غنيتي اللي بتغنيها؟ شو مستفز انت؟ عن جد استغفر الله العظيم يا رب حابب اختم بغنيه لقليسة لا عن جد؟ لا ما رح اعطيها الشرف نهائيا طي متل ما ابدك اخر سؤال بعد مسيرة حافلة اليوم عشو بتندمي؟ بصراحة بندم اني انا هو انا عادة ما بندم بس بندم اني ما احكمت السيطرة كتير على حياتي حاليا رح يكون في سيطرة ومتطلبات كتير برافة حلوة وما رح طلع اغنية وما رح طلع عمل فني الا متل ما انا بدي قبل كان يطلع بعض الشغلات ايه تجربة انا متل ما انا بدي الغنية الوحيدة الباقي الالبوم كان فيه شي تاني فيه كان اغاني حلوين بس فيه اغانين ظلمات بس تجربة هي لانه كنت موافقة عليها الاد تجربة ضلتني ستة شهر مش عارفة اغنية بعترف ست اسمها مسلا باغنية قيس وليلة مرتين تروح وترجع ما تغنية بتصير بسك الرأسه الواحد نسيتها نمين مسلا بالبومي الاخير مم وغير اي حد يعني ضلتني روح الستوديو وغنيها لا ما تعجبني ارجع روح واحجز استوديو بتكاليف يعني هاي لحالة تكاليف لحد ما غنيتها متل ما انا بدي عنوان المرحلة الجاية هي اغير حياتي اكيد اغيرت انا غيرت بكل شي غيرت الخاص والعام والفني والمصيق وكل شي كل شي انا ارجعت احكمت السيطرة على حياتي من كل النواحي حتى على قلبي هس سكوت بالامر منك ابدا بامر العقل يعني هو مؤلم بيزبط حبه عقل قلبه عقل بيزبطه اذا كان الشخص مناسب اذا كان مناسب للعقل ساعات عيوني القلب عمية بس انو لا حتفتحيهم للمرحلة الجاي وخلاص شو اعمل؟ حتفتحي عيون قلبك لا عيون عقلي اكتر نعم للأسف اعتذر قلبي فقط على المسرح لما اغني ولا ابني ولا اهلي ومحبين يا اصدقائي يعني المقربين اللي هن عشرة عمر اللي كانوا معي من زمان وفي مواقف بيني وبينهم في ناس دعموني كتير يعني عندك مثلا هلأ عندك في صحفي هو اللي اعطاني اللقب هذا اسمهان الجيل سعد الهاشمي من سوريا هو صديق عزيز جدا من زمان كتير وقف معي ولا حدا لا أخ صديق وصديق عزيز جدا هو وزوجته كتير وقفوا معي كتير في عالم في ناس محبة في ناس بتبين فيها في وفا بأهل الفن هدول انا هدول انا مشت اهل عقلبي هدول بشيلهم هيك وبمشي فيهم بالعكس انا بطير انا بطير فيهم والله ببعلى فيهم مش بنزل والناس اللي بدا تنزلني هدول لا كده باي مش باي خلص انا بطبيعتي صامتة يعني انا فعلا فعلا ازا بدي فارق حدا فارقوا متل ما بقولوا بريحة طيبة خلص باي باي هيك حالو اه كلمة اخيرة لحوار بي اي بي حبيتي اللقاء يعني نص نص تنعاد لصة لا طبعا معك بروح على الامر يا دكتور يامل انا متصلت على المايك ولا يهمك خضي راحتي كله بينقام كلمة اخيرة لبي اي بي طبعا انا بحب اقول اني انا اه بفتخر اليوم اني انا كنت معك انت موزيع ودكتور واعلامي بي اي بي جدا وجمهورك بي بي اي بي وانا اكسبت هذا الشرف اني انا كمان بي اي بي انا كنت معك خليلي قلبك انا ما نكون ناكب اي سؤال بس بدي اختم بغنية احنا عشرين واحدة وعشرين الدنيا صارت اوبين ومفتحة وانا ما عندي شي حبي في تقبل لا اي شي ايه او خاف منه انه انا بحب الجمهور يشوفني على طبي حبينا نضوي على كتير قصص وعلى كتير امور ان شاء الله ما نكون اه انا اول مرة هيك بكون شوي صريحة زيانا تاخدي العقل باخد العقل يا ربنا يستر يا رب بعد بعد الحلقة دي بدي اسمع اخر اغنية قبل ما نختم اي اي شي حبي تختمي في انا اه فرحتي بيك اللي لدي ما تتوصفش وكا اني شفت الدنيا واياك من جديد وكل ايام الياب لك ما تعشتش الا حبك خلى قلبي عيش سعيد احلى الليالي خليني جنبك عيش جمالها كل المشاعر جوا يليك زادك تمالها حبك لقلبي امني يا لي وقلبي طالها فرحتي بيك يا يا من ما تتوصفش احنا فرحتنا كتير كبيرة هياغني من اغني الابومي دعو للفرح احنا طلب ممكن شو بدك تقلي ليه اه بدك نشي بالانجلش ازا بدك في معنى لستاوقت شوي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا you will only take the time i know when my heart you find oh girl is scared sometimes whether if she is strong can't you see the hurt in me i feel so I want to run to you I want to run to you Tell me, will you stay? Will you run away? يا حبيبي وينك انت وين انا يا حبيبي رحت عني وضعتنا حتى عن نفسي انا حتى نفسي انا وانا كنت وانا هاي لسا تذكرى طبعا هاي لسا تذكرى طبعا هاي لسا تذكرى الله يرحمه صوتي بياخد العقل وانديتي بياخد العقل عم جد ماشا الله عليكي شو رايق بالتحويله بانجلس العربي شكرا لك شكرا لك شكرا لجمهورك اللي متابعنا بكل انحاء العالم العربي وجمهورك لا يستهم فيه برجع بلتي فيكن الحلقة القادمة متابعهورك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك